هذا هو أحمد وهو يحب لعب كرة القدم كان أحمد يركض بسرعة أثناء اللعب وبعد أن سجل هدفاً وقع على الأرض وانجرحت ركبته وبدأت تنزف الدم يجري في الأوعية الدموية ويحاول الجسم دائماً الحفاظ عليه داخل الجسم إن تعرض الشخص إلى إصابة وسببت نزيفاً يجب إيقاف النزيف يقوم الجسم بذلك عبر عملية تسمى الإرقاء عملية الإرقاء هي التي تسبب تخثر الدم والتخثر يوقف النزيف ويجعل الإصابة مستقرة ويمنح الأوعية الدموية وقتاً للشفاء انظروا إلى ما يحدث في ركبة أحمد ولاحظوا طريقة تخثر الدم هذا وعاء دموي يحتوي على الدم والدم يحتوي على الكثير من الخلايا المختلفة أهمها خلايا الدم الحمراء والتي تنقل الأكسوجين إلى مختلف أنسجة الجسم يجب أن يتحرك الدم حركة سلسة باتجاه واحد هل تعلمون أنه إذا وضعتم الأوعية الدموية في صف واحد لبلغ طول هذا الصف حوالي 150 ألف كيلومتر؟ تكفي هذه المسافة للسير حول الأرض أربع مرات تقريباً كما تلاحظون عمل الأوعية الدموية مهم جداً تسمى خلايا الجدران الداخلية للأوعية الدموية خلايا البطانة هذه الخلايا تساعد الأوعية الدموية في عملها حيث تتواصل مع الدم وتسمح له أن يتحرك بسلاسة عند تعرض الجسم لإصابة تتواصل هذه الخلايا مع الدم للبدء بعملية الإرقاء انظروا إلى ركبة أحمد سبب الجرح تمزق البشرة افترضوا أن هذه هي البشرة تمزقت بعض الأوعية الدموية تحت البشرة امحوا هذا الجزء وأحدثوا ضرراً في الوعاء الدموي افترضوا أن الدم يتحرك بهذا الاتجاه يمكن الآن للدم أن يتحرك بهذا الاتجاه لينتقل خارج البشرة ويجب أن يتوقف ذلك عملية الإرقاء هي المسؤولة عن إيقاف ذلك هناك مرحلتان لعملية الإرقاء الأولى هي الإرقاء الأولي وهذا يحدث مباشرة بعد الإصابة حيث تقوب خلايا البطانة عند حصول إصابة بإنتاج البروتينات إنتاج البروتينات يرسل رسالة إلى الدم أن هناك إصابة يوجد في الدم صفائح دموية وينتجون خاع العظم الصفائح الدموية وخلايا الدم حمراء وظيفة الصفائح الدموية هي الاستجابة إلى الأوعية الدموية المصابة المربعات في الرسم التوضيحي هي الصفائح الدموية ولكن حجمها الحقيقي مقارنة بخلايا الدم الحمراء هكذا تقريباً رسمتها كمربعات للإشارة إلى ما تحمله بداخلها تحمل هذه الخلايا أكياساً أو حبيبات وتحمل الحبيبات الجزيئات والبروتينات التي تحتاجها عملية الإرقاء أي أن الصفائح تخزنها إلى وقت الحاجة لاستخدامها تقوم خلايا البطانة بإفراز البروتينات وترسل إشارة إلى الصفائح الدموية حتى تنتقل إلى مكان الإصابة تتميز الصفائح وتخرج المواد التي تحملها ثم تترسل فوق بعضها البعض وتبعث إشارة إلى الصفائح الأخرى للقدوم إلى مكان الإصابة إلى أن تلتصق الصفائح بمكان الإصابة ينتج عن ذلك ما يسمى بالسدادة الصفيحية وهذه هي المرحلة الأولى لإيقاف النزيف في هذه المرحلة تكون السدادة الصفيحية ضعيفة ويجب جعلها أقوى تبدأ هنا مرحلة الإرقاء الثانوي في هذه المرحلة تنتج الصفائح الدموية بروتينا يسمى الفايبرين وهذا يجعل السدادة أقوى حيث ينتشر الفايبرين فوق السدادة ويحتجز الصفائح الدموية ليجعل السدادة أقوى وأكثر ثباتاً الأمر أشبه بربط عقدة حتى تحصل على عقدة ثابتة تربطون العقدة مرتين أو ثلاث مرات وهذا هو ما يفعله الفايبرين لا يكون الفايبرين في الدم بصورته المجردة وإنما يحمل بروتيناً آخر معه ويكون اسمه في هذه الحالة فبرونجين يحتاج الجسم لتحويل الفيبرونجين إلى فبرين ويحدث ذلك من خلال عائلة من البروتينات تسمى عوامل التخثر وجميعها هنا باللون الأزرق ولكن لها أنواع كثيرة ومختلفة يرسل الوعاء الدموي المصاب إشارة إلى عوامل التخثر لكي تتنشط إن تنشط عامل واحد فهو بدوره ينشط عاملاً آخر والعامل الآخر ينشط غيره وهكذا في النهاية ينقطع البروتين المتصل بالفيبرين ويتمكن الفيبرين من الالتصاق بالسدادة الصفيحية ليجعلها أقوى عملية التنشيط المتعاقبة لعوامل التخثر تسمى شلال التخثر ولكننا لن نتحدث عن هذا بالتفصيل الآن ما يهم معرفته في الإرقاء الثانوي هو أن الجسم يجعل السدادة الصفيحية أقوى بعد تحويل الفيبر يونيجين إلى فيبرين عن طريق شلال التخثر وأنه من خلال الشبكة التي ينسجها الفيبرين فوق السدادة الصفيحية تتكون الخثرة الخثرة توقف النزيف وتسمح للدم أن يسري في الوعاء الدموي وتسمح أيضاً للوعاء الدموي أن يشفى وبهذا نصل إلى نهاية هذا الدرس